اهلا بكم فيديو جديد والتواقعات العاطفية لمواليد برج الجد. هنقول تواقعات عاطفية بشكل عام بكل فئات البرج. اه اه اللي هي تشمل العازبين والمنفصلين والمتزوجين كل حاجة. لكن العازبين بعد ما نخلص كراءة هنقول كمان لوحدهم اه هم ممكن ايه كن نستنيهم او ايه الفرص اللي قدامهم اه في الفترة اللي جاية ان شاء الله. هبدأ بالطاقة بتاعتك يا برج الجدي. اه طاقتك انا شايفك متألم جدا. يعني طاقتك فيها قلم فيها فيها اه بعضكم ممكن تعرض لخيانة او خدايا. اه شايفة اه للبعض في علاقة سلسية ممكن تكون بسبب اهل او بسبب اه طرف عاطفي. اه لكن انا شايفة طاقتك فيه قلم يا برج الجدي. اه فيه اه فيه صبر كبير قوي عندك وفيه انتظار عندك طاقة انتظار. وفيه شخص انت عينك عليه او بتبص عليه لحد وقتي. وبترقبه ومستني تعرف عنه اخبار او ممكن كمان اقول انت في نظرتك ليه انت صعبان عليك منه جدا. اه للبعض ممكن تكون اكتشفت علاقة سلسية. للبعض ممكن يكون اي نوع من انواع الجروح او او المشكلة او المعانية اللي يسببها لك الشخص ده. اه اللي هي حاجة انت ما كنتش منتظرها. يعني انت زرعت حاجة وحصدت حاجة غيرها تماما. فانت في عندك نظرة لوم عتاب للشخص ده انت ليه ردتها لي كده او ليه تعاملت معي كده او انا عملت معك ايه. يعني انا شايفة فيه في نظرتك حاجة زي كده شوية. اه برج الجد. ده في الطاقة بتاعتك. كراءة طبعا. لو ما انت باكدش عليك هتسمعها كلها يعني بنسبة ستين في المية فتبقى القراءة مش ليك. ممكن تسمعني في فيديو تاني او اه تسمع اي فيديو اللي برج الجدي في اي قناة اه في اي قناة تانية يعني. اه بالنسبة لطاقة الطرف التاني انا شايفة الطرف التاني بص عليك جدا برقبة. اه شايفة في طرف تالت فعلا من البعض الطرف التالت ده شخص من الامر. ممكن ام ممكن قط. اه بس شايفة ام بشكل اكبر. اه شايفة رفض كبير قوي من الام. اه لكن الطرف التاني اه حذر وقلقان وخايف وبص عليك وعايز يارف انت حصل معيك او بتعمل ايه. اه بيرقبك بشكل كبير قوي وبيدور على طريقة. اه الشخص ده يعني هو ما بين ان هو بيرقبك وما بين الطرف التالت وما بين انعزاله. اه لانه الشخص ده ممكن تلاقيه كتير بينعزل لوحده. اه في طريقة لان انتم اه تبقوا موجودين مع بعض او انكم ترجعوا البعض او ان لو في طرف تالت اه تحاولوا اه اه تتخلصوا من اه اه من افكاره او من اه او من يعني قراراته اللي مسيطرة على العلاقة. اه لكن هنعرف برضو لو في طرف عاطفي موجود او اه او مفيش. اه بالنسبة لتفكيره تجاهك او تجاه العلاقة. انا شايفة الشخص ده يعني تفكيره فيك شايفة مجاشة. يعني شايفك حد آآ قوي حد عندك ابداعات كتير حد شكلك كويس حد بتهتمل نفسك. لو انتم كنتوا متزاوجين في الشخص دوت مسلا ممكن يكون بيشوفك انت شخص كنتم مهتم بيه مهتم بيك مهتم بأسرة. آآ عندك آآ يعني هو مفتقدك بشكل كبير لان البعد المجاشة في تفكيره شخص ده عنده طاقة تفكير وعنده طاقة تقنيب ضمير وتعبان جدا وحس ان هو فقد حاجة غالية عليه آآ آآ يعني مش مرتاح ابدا في آآ في بعضكم عن بعض آآ للبعض ممكن يكون هو مش يسابك او انت اللي يسابته. يعني في حد ادى ظهره للعلاقة او كده يساب لكن انا شايفة في تفكيره آآ يعني هو شايفك متقلم او هو متقلم. انا شايفة هو متقلم آآ بشكل كبير قوي وشايفة ان هو آآ في تفكيره شايفة ان هو ممكن يكون آآ بيشوفك غامض او بيشوف في حاجة صعبة في العلاقة بعضوك واللي بعضوكو العلاقة دي ممكن يكون فيها يتعامل فيها السحر. آآ سحر تفريق. لان غير كده انا عندي مع انا شايف دول الاتنين دول جنب بعض كده آآ ممكن تكون دي طاقة سحر يعني طاقة سحر تفريق او حاجة زي كده يعني لو انتم كنتم متزوجين. آآ ده هيكون للبعض طبع مشاكول لكم كل حد حادث بطاقته وحادث بنفسه هو فيه الحاجة دي او لأ. آآ شايفة في بعض بسبب الطاقة السلبية دي او بسبب تدخل آآ طرف تالت بقايا كانت طريقة التدخل. وبيفكر كتير قوي في ان هو ييجي او يتكلم او يقول لك عرض او حاجة زي كده لكن شايفة متردد جدا يعني مش قادر في الوقت الحالي. لكن الشخص ده عنده حبي ليك. وعنده احترام كمان ليك. بيحترمك الشخص ده وآآ ولو هو كان دخل في علاقة آآ فالشخص ده آآ هقول لكم الاحتمال التاني برضو. لو شخص ده كان دخل في علاقة ثلاثية وانت عرفته وانجرحته وقلبك واجعك وزعلان جدا وبتعبه وبتلومه في جوه نفتك فشخص ده حلين لوحده. والعلاقة اللي هو ممكن كان دخلها دي آآ رحى آآ بطريقة اللي هي الجذب او الجلب او الحاجات اللي هي ايه اللي زي دي. يعني الطاقة السهل ما رحاش بقرطه يعني. آآ دي حاجة تانية برضو جات على بري دلوقتي وانا شايفة شايفة القراءة فبردو كل حد يشوف السيناريو المنسب له. آآ ده بالنسبة لتفكيره. بالنسبة لمشاعره تجاهك او تجاه العلاقة. آآ الشخص ده مشاعره هتفكر فيه على فكرة زي ما هو بيفكر فيك. آآ في بينكو تواصل روحي. آآ في آآ في مشاعر محتاج الشخص ده محتاج ان هو آآ يخرج من طاقة سلبية او يخرج من علاقة سلبية او من اي ان كان الوضع السلبي اللي هو فيه. الشخص ده محتاج آآ استشفاء بشكل كبير. وآآ وشايف كمان في مشاعره تجاهك آآ شايفك انك انت عبعدت عنه قوي. او بقى ما يعرفش اخبارك آآ بشكل دقيق. آآ شايفك بعيدت. يعني ما بقيتش موجود في حياته. هقول لكم الابراج والطاقات الموجودة في طرق قبل منسة. شايفة معك برج السور وبرج الاسد وبرج القوس. وبرج السور اسد قوس. آآ جوزاء. آآ دم. آآ سراطان. عزراء حمل. آآ برج الجاذي ازايك برضو. آآ دي الابراج اللي موجودة. وبرج الحوت. دي الابراج اللي موجودة ودي والطاقات اللي موجودة كل الطاقات موجودة معك في القراءة. لكن انا بقى هقولك ايه الطاقات اللي موجودة اكتر على اساس هي اللي بتكون غالبة على مشاعر الشخص او مشاعرك يعني. طيب. آآ في مشاعره زي ما قلت هو روج من طاقة سلبية آآ شايفة كمان آآ فيه عنده حيرة آآ والحيرة دي نسبب باله ازمة. ازمة في ان هو يتقدم للعلاقة دي او ان هو آآ يلاقي حل يعني فيه عند الشخص ده آآ ازمة في الوقت الحالي قوية جدا. آآ فيه عنده حزن بسبب رحيل. آآ مش عارفة ليه حتى برج الجزي انك انت اللي سبته ومشيت. بسبب اكتشاف حاجة برضو يعني. لكن شايفك انت سبت الطرف ده ومشيت والشخص ده حزين جدا. آآ وعنده ازمة في التواصل معيك او في ان هو يرجع لك او يتكلم او كده. وعنده حيرة كبيرة قوي بين امرين. ممكن بينك وبين اهله او بينك وبين اي ان كان الطرف التالت او بين ان هو يرجع او لأ. آآ شايفة فيه اشتياء وحنين ليك بشكل كبير قوي. آآ شايفة فيه آآ لو انتو بينكو اطفال شخص ده ممكن يكون مفتقد اطفال ولو انت لمعاكل اطفال. في اشتياء كبير ليك كمان. وآآ وفي تفكير في الذكريات بشكل كبير. وآآ وفي الشخص ده بيقعد يدعي ربنا كتير قوي انكم تتقبلوا او انه آآ تكونوا مع بعض. آآ شايفة كده بشكل كبير قوي. وممكن كمان يستعين بحد. آآ في انه يصلح العلاقة آآ ما بينكو. لكن انا شايفة فيه فيه ازمة هو بيمر بيها. او في حاجة موقفة آآ في الوقت الحي. آآ ده من ناحية آآ مشاعره. آآ نويات جاهك او تجاه العلاقة. انا شايفة الشخص ده شايف انه آآ في حاجات كتير تهدت او بينكو. آآ في آآ في كمان آآ ممكن يكون شايفك متجهله. آآ او انك انت مثلا هديت كل حاجة وبواست كل حاجة وديت ضهرك آآ للعلاقة او للحياة او او لأيا كان الشكل الوضع اللي بينكو وديت ضهرك ليه وبعت. آآ ممكن يكون شايفة كده يعني او انت اكتشفت خيانة في هديت المعبد على اللي فيه او حاجة كده. آآ شايفة كمان آآ في نواياه الشخص ده عايز يتكلم معيك. عايز ييجي ويتكلم معيك كلام يكون فيه صراحة وفيه وضوح. شخص ده بيشوفك توقع مروح ليه آآ بيشوف ان هو مقدرش يستغنى عنك. بيشوف انك انت شخص المناسب ليه آآ مفتقدك جدا في حياته. فعايز يتكلم معيك آآ آآ بشكل صريح. يعني عايز يكون فيه صراحة في الكلام ويكلمك ويحكي لك كل اللي حصل وكل الحقيقة. ده لو السيناريو ده مناسب مناسب ليه كويان. آآ كمان شايفة في نواياه الشخص ده يعني آآ في حب كبير لك قوي وفي عايز معك استكرار. عايز بعد عن طاقة سلبية او عن اشخاص سلبيين. آآ آآ شايفة كمان آآ في آآ في فعلا عندكم طاقة سلبية. آآ يعني كارت الموجود الشخص ده ممكن كمان هو بالاكتر آآ يا برج الجادي اللي بيعاني من طاقة سلبية. في عنده طاقة سلبية. ولو هو سيبك وراح لطرف ثالث فهو معي آآ مربوط بطاقة آآ سلبية. آآ هتلاقوا على القناة والفيديو بتاع آآ الفك الطاقة السلبية او التخلص منها او السحر. آآ موجود ممكن تسمعوها يفيدكو كتير. آآ الشخص ده في عنده صراع داخلي ومشاكل كتير قوي. ممكن يكون فيه مشاكل كمان مع الطرف التالث ده. ايا كان مين هو. آآ شايفة في عنده ندم واحتاس بحصرة واحتاس بخسارة واحتاس بان هو فقد حاجات غالي عليه. شايفة في عنده الاحتاس ده بشكل كبير قوي. ومفتقدة جدا. آآ وشايفة مقيد برضو. يعني مقيد في حاجة مش عارف آآ يخرج منه عنده افكار في علاقتكو انتو اللي اتنين جميلة آآ وعنده كلام عاوز يحكي معيك وعاوز يقوله لك. لكن الشخص ده مربوط ومش قادر. آآ يعني هو مش قادر حاليا. ولو انتو متزوجين وعايشين مع بعض فانتو هتحسوا انه فيه جمود او برود عاطفي بشكل كبير في العلاقة. والشخص ده في عنده في جوه مشاعر كويسة ليك. لكن هو في الوقت الحالي آآ مش قادر آآ مش قادر يعني يتكلم او يعبر عنها او كده يعني. لكن هو فيه آآ وبيشوفك فرصة كمان. يعني هو بيشوفك فرصة آآ صعب ان هو آآ يضيعها في الوقت الحالي او صعب ان هي تروح منه او تضيع منه. آآ لبعضكم ممكن يكون الشخص ده بيمر بازمات مادية مسلا او كده. آآ لبعض مش نفس الشخص انا بكلمه. يعني انا بقول كل الاحتمالات اللي ممكن تكون موجودة آآ في القراءة. آآ ده لبعضكم طبعا لكن الشخص ده حاسس بندم وبخسارة وبتعب وبقالم. وعنده كمان مشاعر حلوة. يعني تناقض ده كمان في المشاعر هو تعبه. يعني تعبه بشكل كبير. آآ ده بالنسبة لنوايا. بالنسبة لخطوة القادمة الشخص ده ممكن يكون مسافر او فيه بينكم صفر. آآ او انتم من بلاد مختلفة او ايا كان. لكن المهم انكم انتم فيه بينكم آآ صفر بشكل كبير. او ممكن يكون لبعضكم يعني آآ شايفة كمان للبعض يعني في خطوته القادمة. ممكن هو يفكر في صفر او يفكر ان هو يبعد او يسافر. آآ شايفة فيه? آآ رفض من من حد فيكم للعرض او للعلاقة بسبب علاقة ثلاثية او بسبب طرف تالت او بسبب تدخل اشخاص. سواء الطرف تالت ده حد من الاصحاب او اصدقاء. حد من الاهل او او زوجة. في رفض هيحصل. شايفة فيه آآ لو الطرف التاني ده اللي انت بتتعمل معي راجل. يعني لو انت اللي تسمعني بنت من برج الجزي. فالطرف التاني ده ممكن يكون متزوج. ممكن يكون في حياته آآ زوجة تانية فعلا. والشخص ده متقلم والموضوع ده مسبب له حيرة كبيرة قوي. ده ده سيناريو. ممكن لو رفض من الاهل او كده فالشخص ده ممكن تكون انت جيت تتكلم معيه. والشخص ده مش قادر ياخد قرار في الوقت الحالي. آآ بسبب آآ رفض الاهل ده. آآ شايفة فيه حيرة شايفة فيه مفترك طرق بشكل كبير. آآ شايفة آآ شخص ده محتار لكن متمسك بيك. ومستني حاجة تحصل كده من عند ربنا. يعني هو مستني حاجة تحصل آآ فجأة آآ سوري لو فيه دوشة لو انتم بتسمعوا دوشة من البالكونة لان انا قاعدة جنب البالكونة فسوري يعني لو انتم بتسمعوا اصوات ناس او دوشة او كده يعني. آآ فشايفة الشخص ده مستني حاجة تحصل فجأة حاجة تحصل من عند ربنا آآ آآ وفيه بشرة على فكرة. يعني فيه بشرة هتجيلكو ان شاء الله في حاجة ممكن آآ تحصل فعلا لان الشخص ده متقلم جدا بس انتم محتاجين انكم آآ لازم تخرجوا منطقة آآ منطقة سلبية. آآ بالنسبة لمصير العلاقة آآ انا شايفة في مصير العلاقة فيه فرصة كبيرة اوي مقدمة لكم يا برج الجزء. فرصة كبيرة اوي بعد حيرة كبيرة. بعضكم ممكن تكون كنت بتتعامل مع شخص البعض. آآ شخص مسلا كان سيء اتباع او تصرفاته كتير مش كويسة. او آآ بيتعامل معك بشكل آآ فيه خصة كده وناديلة. ده للبعض منكم طبعا. آآ وانت بتعمل بلوكة على الشخص ده وبتبعد عنه تماما في الفترة اللي جاية. انا شايفة ده بشكل كبير شخص انت حسيت ان هو هزمك او انتصر عليك بس بشكل مش لطيف يعني بشكل فيه آآ شوية خسيسة او كده. او ممكن تكون القراءة عكسية يعني. آآ فانت شايفك عامل بلوكة للشخص ده شايفة فيه قدامك فرصة تانية وفيه قدامك عرض حب قوي جدا من شخص آآ فيه عنده ندوب كده فكري وعاطفي بشكل كبير. الشخص ده آآ يعني ممكن قلت انه من تلاتين لحد وانت طالع بقى آآ لكن هو مش اقل من تلاتين. آآ ده السن بتاعه. آآ وفرصة فيه فرصة عظيمة جدا مع الشخص ده. دي حاجة. فيه حاجة تانية كمان. آآ الشخص اللي انت معاه ممكن يكون بيرقبك. وعايز يقدم لك فرصة. آآ ممكن لبعضكم يكون في علاقة حب آآ صامت. يعني زي كده يعني انت معجب بحد ومش عارف هو آآ بيحبك او لأ او معجب بيكون او لأ فانا عايز اقول لك ان الشخص ده لو ده السيناريو يعني. شخص ده هو كمان بيحبك. وبيرقبك. وفيه فرصة بينكو انتو اللي اتنين في كلام ممكن يحصل بينكو انتو اللي اتنين. بس الشخص ده شوية عنده حيرة. بسبب ان هو آآ ممكن يكون في حد تدخل بينكو او سمع عنك آآ كلام آآ ما يكونش لطيف يعني كلام وحش هو سمعه. او العكس ممكن يكون ده حصل معك انت انت اللي سمعت عنه كلام مش كويس او كده. آآ لكن انا شايفة فيه فرصة كبيرة بينكو. دي شايفها في مصير العلاقة لان انا عملت كراءة آآ بشكل عام لكل فئات البرج. آآ بالنسبة للنصيحة قبل ما اروح اتكلم عن العازبين. النصيحة بتاعتك آآ يعني آآ النصيحة بتاعتك انك تحب نفسك. انت محتاج تحب نفسك اكتر. محتاج تاآ تميز نفسك او تكرم نفسك. او انك تعرف انك تفتحق كل ما هو افضل. آآ محتاج انك توازن كمان. يعني توازن انت ممكن تكون عندك مشكلة في الاخذ والعطى يا برج الجدي. ممكن تكون بتدي اكتر. ممكن تكون بتاخد اكتر. آآ آآ فخلي بالك في موضوع الاخذ والعطى. حاول تحب نفسك اكتر وتهتم بيها. وتميزها او تدللها. آآ بحس انك تلاقي اللي يعمل معك كده. لكن ما تستناش ده يحصل من برا الاول. آآ بعد ما انت تكون آآ هضرت صحتك او مالك او نفسك او عمرك او سنينك. حاجات كتير اوي تكون عملتها. وفي الاخر تستنى آآ مقابل من حد او حاجة من حد. لا اعمل كده لنفسك الاول. وبعد كده هتلاقي اللي قدامك بيتعامل معك زي ما انت بتتعامل آآ بتتعامل مع نفسك. دي انا شايفها بشكل كبير. ولبعضكم في النصيحة انت محتاج تستشير حد آآ من اكبر منك او زاوي من زاوي الخبرة آآ في امور آآ تخص آآ مثلا الحياة العاطفية او الزوجية او امور تخص الطاقة السلبية السحر والحاجات اللي زي كده. لكن الحاجات دي ما تتكلمش فيها مع اي حد. انت محتاج اشخاص آآ زاوي آآ خبرة يا برج الجازي. بالنسبة للعازبين ايه جاي في حياتك? انت العازبين انت كنت مربوط لفترة مقيد في علاقة وممكن لبعضكم كنت مقيد في علاقة ثلاثية برج الجازي وحاسس ان هي عبق عليك اوي وحمن ممكن تكون انت في علاقة وحبيت شخص تاني او انت حبيت شخص هو آآ قريدي في علاقة. آآ الموضوع ده كان بالنسبة لك مسبب لك ازمة كبيرة اوي ممكن لحد الوقت هو عندك ومسبب لك ازمة كبيرة اوي آآ آآ شايفة في عندك التشفاء بشكل كبير من من الوضع ده ومن الحمول الكثير اللي عندك ده انت كمان من يا برج الجازي من الشخصيات اللي بتيجي على نفسك اوي وبتضغط على نفسك وصحيتك وانا بتعرفش تقول لأ آآ فانا عايزتك في الفترة اللي جاية قول لأ بقى يعني قول لأ كتير كده والحاجة اللي ما اتعرفش تعملها رفضها والحاجة اللي مش عايزها رفضها وخليك واثق في نفسك وانك هيجي لك احسن وانك هيجي لك افضل يعني علي ثقتك في نفسك بشكل كبير واحترامك لنفسك والانتك آآ هتحصل معاك حاجات كتير اوي في عندك فرصة عظيمة في عندك تواصل روحي مع شخص وفي عندك طاقة استشفاء بشكل كبير يا برج الجازي عندك فرصة كبيرة اوي سواء على المستوى المادي او على المستوى العاطفي او على المستوى العاملي كمان بالنسبة اللي بيشتغلوا عندك قرارات حاسمة هتاخدها في الفترة اللي جاية بسبب قوة طاقة ايجابية آآ موجودة عندك والقرارات دي هتكون سليمة وعندك فيه شمس هتشرق في حياتك من اول وجديد آآ يا برج الجادي آآ شايفك آآ لو مستني ارتباط انت محتاج تخرج من طاقة آآ سلبية محتاج كمان آآ محتاج استشفاء محتاج قعدة تقعد مع نفسك لكن انت في عندك فرصة كبيرة اوي للارتباط وفرصة كويسة موجودة عندك هناك عازبين وموجودة نفس الفرصة في مصير العلاقة آآ لبرج الجادي ودي تخصوكو كلكو طبعا وفي عندك قرارات سليمة هتاخدها في الفترة الجاية آآ بعضوكو طبعا اني مستني حمد او انجاب في حمد وفي انجاب في سعادة بطف سواء انت على مستوىك الشخصي او على آآ مستوى العائلية يعني سواء هتسمع في العيلة او انت نفسك تكون مستني حمل او انجاب آآ شايفة عندك حاجة ايجابية آآ كبيرة اوي جاية برج الجادي بس حاول تخرج نفسك من اي طاقة سلبية حاول تخرج نفسك لو انت فيه رافض حسيته من حد او من اهل حد او من الكلام ده كله فاآ انت بتخدها من نفسك مش من الاخرين آآ فخلي ده شوية ما يهمكش واكتسب الطاقة ايجابية كبيرة وترد الطاقة السلبية علشان ما تأثرش عليك او على حياتك او على قراراتك آآ في الفترة اللي جاية لان انت داخل على فترة كويسة وبتسيب ماضي سيء على فكرة في ماضي سيء انت كنت مقيد فيه آآ بتخرج منه آآ لحاجة افضل ان شاء الله ويا رب الكلام يكون بشرة خير وتتحقق تكون بنسبة لكم آآ والقراءة انتهت ما تنسوش شكرا